حقا منتخبنا بوركينا فاسو الفوز على نظيره اثيوبيا بثلاثية اهداف دون مقابل في المباراة اللي وقيمة اليوم ضمن منافسات الجولة التانية بالمجموعة الاولى في تصفيات افريقيا الموهلة لكأس العالم 2026 الحلم اللي كلنا ان شاء الله بنسعى لتحقيق افتتح الاهداف ابراهيم بلاتي توري لعب وسط فريق بيرامدز هدف التقدم لصالح بوركينا فاسو ضد اثيوبيا في دقيقة 69 من عمر المباراة ثم اضاف تراوري الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في دقيقة 78 واختتم دانجو وطارا الهدف الثالث في دقيقة الاخيرة من زمن المباراة بهذه النتيجة يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الاولى من تصفيات قارة افريقيا الموهلة لانهايات كأس العالم 20 26 برصيد اربع نقاط متسويا مع غينيا بيساو حيث يأتي المنتخبين خلف منتخب مصر صاحب الصدارة برصيد ست نقاط